بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتراجحات الصماء للسنة الثانية ثانوي لقم واحد أنصح بشعبة العلم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي لأنه أمر مهم إذن قال حل في آل يعني مجموعة العدد الحقيقة المتراجحة جذر 2 ناقص X أكبر تماما من X زائد 4 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن لننطلق قلت في حل هذه المتراجحة اللي هي حل في آل متراجحة جذر 2 ناقص X أكبر تماما من X زائد 4 لاحظوا جيدا عندنا قاعدة لحل متراجحة الصماء لاحظوا جيدا عندنا المتراجحة الصماء قال إن حل متراجحة الصماء مبني على الملاحظتين التاليتين دقيقوا أرجوكم الملاحظة الأولى ما هي الملاحظة الأولى إذا كان A عددا حقيقيا مجابا إذا سمينا هذا هو A هذا الجزء اسمه A وإذا كان B عددا حقيقيا هذا سميناه B عددا حقيقيا سالبا كان A أكبر أو يسوي بي حسب هذه المتراجحة هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا كان ماذا إذا كان A و B عددين حقيقيين مجابين يعني ماذا معناه هذا مجب وهذا كذلك مجب الحال الأولى إذا كان هذا أكيد يكون مجب أما هذا يكون سالب فعندنا A أكبر أو يسوي بي أما إذا كان هذا الجزء مجب وهذا الجزء مجب تقول القاعدة اسمعوا جيدا تقول القاعدة فإن A مربع أكبر تماما من B مربع يكافي أنه A أكبر من B يعني نربع الطرفين ونكمل الحال هذه هي القاعدة الأساسية إذن ننطلق في أول ما علينا إلا أن نستخرج إذا كان A عدد مجمعناه نستخرج مجموعة تعريف هذا الجذر إذن نقول D وهي مجموعة التعريف ماذا علينا أن نقول 2 ناقص X يجب أن يكون أكبر أو يسوي صفر لأن العبارة جذرية معناه هذا ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يسوي صفر ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا هكذا 2 أكبر أو يسوينا X فماذا ينتج ينتج لنا أن D تصبح تسوي لنا ماذا أبنائي إذا جئنا إلى هذا المعلم وقلنا من ناقص ما لا نهاية وهنا عندنا الزائد من النهاية قال إلى غاية الاثنان X يكون أقل معناه X يمسح من هنا إلى غاية هذا المكان فيصبح لنا مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى الاثنان كيف هو مغلق هذه مجموعة التعريف إذن أول شيء لحل المترجحة تسمى نعين مجموعة التعريف تلك العبارة أو تلك المترجحة هذا الجزء الأول أولا إذن أعيد وإعلموا ماذا أقول أنه A عددا حقيا مجب معناه نعين مجموعة التعريف الجزء الأول إسمعوا ثم عندنا ألف أولا إذا كان قال إذا كان B عددا سالبا من هو البي قلنا هذا يمثل بي أولا نقول إذا كان X زائد 4 قيمة كيف هي سالبة ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا X ركزوا جيدا أقل من ناقص 4 فتصبح لنا ماذا معناه هذا إذا حولناه على شكل مجال معناه يصبح لنا X ينتمي من ناقص ما لا نهاية أكيد إلى ناقص 4 هكذا دقيق وأرجوكم هذا ماذا يعني يا أبنائي لاحظوا أنتبهوا معي الآن يمكن أن نعطي مجموعة الحلول مجموعة الحلول إذا جئنا إلى هكذا ها هو المعلم اسمعوا جيدا أولا عندنا مجموعة التعريف قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الاثنان ها هي كلمة اثنان وعندنا أن الشرط ألف أنه إذا كان X زائد 4 أقلت من الصفر أصبح X ماذا يحقق أنه ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 4 إلى ناقص 4 إذا قلنا من هذا المكان وقلنا هذا المكان هو هنا ناقص 4 فما هي الأماكن التي فيها اللون الأزرق مع اللون الأحمر فتصبح لنا مجموعة حلول المتراجحة إذا سمينا هذه المتراجحة سميناها واحد واحد هي ماذا؟ هي S واحد تساوي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 4 هذا الجزء الأول اسمعوا جيدا إذن الجزء الأول لما كان قلنا X زائد 4 أقلت من الصفر نحن في هذا الشطر استخرجنا مجموعة الحلول في الشطر الأول نأتي الآن إلى إذا كان آوى بعددين حقيقيين مجبين نأتي الآن إلى الجزء الثاني فلنتابع جيدا أبنائي إذن لاحظوا معي إذا الجزء الأول انتهى إذن أعيد فعلا مجيدا أعيد حتى تفهموا أولا نستخرج من جموعة التعريف ثم نقول هذا الجزء إذا كان سالب فيبقى دائما ما يحدد لنا هو تقاطع المجلة فقط لماذا أبنائي لأن هذا موجب وهذا سالب مهما كان X ينتمي إلى تقاطع المجالين لهو مجال هذا مع المجال هذا أول أن مجموعة التعريفة هي 2 ناقص X قلنا أكبر أو تساوي الصفر والشرط الثاني أن X زائد 4 يكون أقل ثم من الصفر تقاطع هذين المجالين هو مجموعة حلول في الحالة الأولى نأتي الآن إلى الحالة الثانية أنه ماذا إذا كان B أنه B لهو هذا الجزء يكون قيمة مجابة الأمر يختلف إذا كان عندنا X زائد 4 قيمة كيف هي قيمة مجابة هذا ماذا يعني؟ يعني ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا X أكبر أو يساين أن ناقص 4 إذن أولا هذا يجب أن يكون جموعة التعريف إذن X يكون ينتمي أولا من ناقص ملا نهاية إلى الاثنان وهي مجموعة التعريف والشرط الثاني و كذلك X ينتمي إلى هذه تعالوا نحولها على شكل مجال يصبح لنا من ناقص 4 إلى غاية زائد ملا نهاية ثم هذا الشرط ثم نربع الطرفين للمتراجحة معناها نأتي إلى هذا الجزء نربعه و نربع هذا و نكمل مسير فلما نربع هذا الجزء ماذا يعطي لنا؟ أن الجذر ماذا يحدث؟ يذهب معناها صبح لنا 2 ناقص X أكبر تماما من X زائد 4 الكل مربع لم أفعل شيء إنما ربعت هذا وهذا لماذا ربعتهم؟ لأن هذا مجب وهذا مجب معناها لا يحدث شيء فتبقى المتبينة محافظة على اتجاهها فتصبح لنا 2 ناقص X أكبر تماما من X مربع زائد ضعف الجداء اللي هو 8X زائد مربع الثاني يمكن أن ننقل هذه الأعداد هنا وهذا هنا فيصبح لنا X مربع زائد 8X زائد 16 زائد X ناقص 2 أقل من الصفر لماذا؟ لأن نتخيل أو نكتبه من هنا كذلك لاحظوا حتى تفهموا أقل من الصفر فتصبح لنا X مربع زائد 9X ركزوا جيدا زائد 14 قيمة سالبة ها هي أصغر من الصفر إنها متراجحة من الدرجة الثانية لحلول متراجحة من الدرجة الثانية علينا أن نعين إشارة هذه القيمة ونأخذ المجال السالفي إشارته ثم المجال السالي ما علينا الآن إلى أخذ المميز دالتا الذي يسينا بي مربع ناقص 4 في A في C يسبح لنا دالتا يسينا البي هو العدد المضروف في الـ X يسبح لنا 81 ناقص 4 في A لهي 1 في C لهي كم 14 لما نحسب هذه القيمة بالآلة الحسبة سوف نجد دالتا يسينا عفوا قلت سوف نجد دالتا يسينا بي مربع 25 قيمة مجابة تماما إذن سيصبح لنا جذره يسينا بي مربع 5 نتابع جيدا إذن بما أن المميز قيمة مجابة تصبح للعبارة جذران X1 يساوي ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2A يصبح لنا البي هو العدد المضروف في الـ X لهو 9 تصبح لنا ناقص 9 ناقص جذر دالتا ناقص 5 على 2A يصبح لنا ناقص 14 على 2 وهي ناقص 7 يصبح لنا كذلك X2 نفس الشيء ناقص بي زائد جذر دالتا على 2A ركزوا نقطة نقطة أبنى حتى تتعلموا الآن تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص 9 زائد 5 على 2A وهي على 2 في 1 تصبح لنا كم ناقص 4 على 2 وهي ناقص 2 الآن جذور هذه العبارة هي كم هي ناقص 7 ثم بعدها ماذا نعمل نقوم بتعيين جدوى الإشارة لهذه المتراجهة لهذه العبارة ثم نأخذ القيم التي تكون فيها تأخذ القيم السريب أركز وأرجوكم لأن الأمر جد بسيط كما يحتاج نوع من التركيز فقط إذن عندنا هكذا لاحظوا معي إذن عندنا قلنا X ما هي العبارة اللي هي X مربع زائد 9X ماذا؟ زائد 14 عندنا أين تنعدم؟ تنعدم عندنا ناقص 7 وعندنا ناقص 2 إذن هكذا وهنا هكذا إذن تقول هنا وهنا وهنا نفس العدد المضروف في X مربع العدد المضروف في X مربع موجب إذن هنا موجب وهنا سليب هنا موجب وهنا سليب المتراجحة تبحث عن ماذا؟ عن قيم السليبة فيصبح لنا الحلول هو من هذا الناقص 7 إلى ناقص 2 يصبح لنا حل معناه إذا سميناه إذن تصبح لنا هذه القيم أي إذن X مربع ناقص 9X زائد 14 أقل من الصفر معناه أن X يكون يمسح من ماذا؟ من ناقص 7 إلى ناقص 2 المجال مفتوح لماذا؟ لأن قلنا أقل تماما الآن نأتي أبنائي ولنعطي التقاطر من هذا المجال مع هذا زائد أن X كذلك قلنا ينتمي من ناقص 7 إلى ناقص 2 إذن تعالوا نعطي التقاطر هذا مع هذا مع هذا معناه تقاطر ثلاث مجالة ثم نضيف معهم الحالة الأولى هذه سوف نتركها دقيق وأرجوكم حتى تعلموا لأن المتراجحة الصماء فيها نوع من الدقة لاحظوا جيدا إذن أولا عندنا لو نأتي إلى رسم معلم دائما أنصحكم برسم المعلم لأنه سوف يسهل عليكم الأمور جيدا إذن هكذا لو نأتي الآن إلى المجال الأول أن X من ناقص ما لا نهاية إلى 2 من ناقص ما لا نهاية إلى 2 إذا قلنا من هنا إلى غاية هذا المكان لاحظوا إلى غاية هنا الـ 2 ثم عندنا X ينتمي من ناقص 4 إلى زائد ما لا نهاية إذا قلنا ها هي ناقص عفوا ناقص 4 الناقص 4 إلى غاية ماذا؟ إلى غاية زائد ما لا نهاية ها هو الثاني ثم نأتي كذلك الآن إلى الثالث له من ناقص 7 إلى ناقص 2 من ناقص 7 إذا قلنا ها هي ناقص 7 إلى ناقص 2 ناقص 2 تأتينا في هذا المكان محصولا ما بين ناقص 2 والناقص 4 والإثنان إذا ثم نأتي كذلك المجال ها هو ما هو المكان الذي تقاطعت في الألوان الثلاثة؟ أكيد الكل يقول إنها هذه فتصبح لنا آس إثنان كم هي يا أبني؟ هي من ناقص 4 مغلقة إلى غاية الناقص 2 مفتوح يقول أحد كله ماذا تقول مفتوح؟ انظروا ها هو مفتوح وهنا كيف هو؟ مغلق إذا فيصبح لنا المجال من هنا مغلوق ومن هنا مفتوح هذه آس إثنان ثم نأتي بعدها لنعطي الحالة العامة الحالة العامة الحالة العامة أنه إذا كان قلنا دي يسعي لها مجموعة تعريف من ناقص مال نهاية إلى الاثنان وكذلك آس واحد قلنا ما هي؟ ها هي آس واحد إنها من ناقص مال نهاية إلى ناقص 4 مفتوح وآس إثنان يسعي لنا ركز جيدا من ماذا؟ من ناقص 4 إلى ناقص 2 مفتوح الآن تقاطئ اتحاد هذه المجالات لماذا نقول اتحاد ليست تقاطئ؟ لأن سوف نقول هكذا ركزوا نقطة نقطة أبني حتى تتعلموا إذن لاحظوا لماذا إلا أن هنا قلنا المجال مغلق ها هو المجال عندكم مغلق يعني كخطأ يعني عفوي إذن فقلنا لماذا نقول اتحاد الآن؟ عندنا قلنا دي أولا قلنا إكس في مجموعة التعريف أين يكون؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقل إثناني اسمعوا جيدا إلى إثنان والأمر آخر وقلنا إكس زائد أربعة قيمة سالبة هذا سميناها آس واحد اسمعوا جيدا لأن هنا فيها قضية مناقشة ثم إذا كان قلنا أو أو اللي هي في الرياضيات اتحاد كذلك إذا كان إكس ينتمي إلى مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية إلى الإثنان مغلق وماذا؟ وإكس زائد أربعة قيمة موجبة هذا حدد لنا إكس إثنان وكلمة اتحاد أو هي اتحاد فيصبح لنا آس يساودنا آس واحد اتحاد آس إثنان ولما نأتي معناه اتحاد لهو من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أربعة هذا الحل الأول جزء الأول اتحاد الجزء الثاني لهو من ناقص أربعة إلى ناقص إثنان مفتوح أين هو هذا الكلام؟ ها هو آس إثنان إذن فماذا ينتج؟ لو نأتي الآن إلى الاتحاد ليس كمثل التقاطم الاتحاد أولا المجال الأول من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أربعة المجال مفتوح هكذا إنه المجال مفتوح ثم المجال الثاني قال من ناقص أربعة مغلق إلى ناقص اثنان كيف هو مفتوح إذن هنا مغلق وفي الجهات الأخرى مفتوح فيصبح لنا اتحاد وماذا يعطي لنا الاتحاد هو جمع الكل معناه يصبح من ناقص مال نهاية إلى غاية الناقص اثنان فتصبح لنا يسوي لنا من ناقص لاحظوا جيدا من ناقص مال نهاية إلى غاية الناقص اثنان مفتوح فقط أبنائي لماذا لأن الأربعة من هنا الناقص أربعة كان مفتوح ثم غلق فيصبح لنا الاتحاد يغلقه فقط أبنائي هكذا قد استخرجنا كيفية حلول متراجحة صمى أبنائي إذن في الأول قلنا لحل متراجحة صمى علينا أن نناقش حالتين نناقش إذا كان اكس ينتمي إلى دي لمجموعة التعريف والجزء الآخر هنا أعطيت لنا هكذا اثنان ناقص اكس أكبر أو يسأل أكبر تماما عفوا من اكس زائد أربعة أولا تقولنا إذا كان إكس زائد أربعة قيمة سالبة وتستخرجون أس واحد لهو الحل الجزء الأول ثم عندنا كذلك تقولنا إكس ينتمي إلى دي وإكس زائد أربعة قيمة مجابة هذه نستخدمها أس اثنان لما يكون قيمة مجابة هنا معروف أنه نربع الطرفين ونستخرج ماذا ونستخرج حلول هذه المتراجحة ونجعلهم تقاطع هنا تقاطع الذي يحقق لنا فبعدها نستخرج أس اثنان وهنا أس واحد إلا أن أس الكلية تصبح لنا أس واحد اتحاد ليس تقاطع أس اثنان ويمكن نحن بما أن استخرجنا أن أس وجدناه من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص اثنان مفتوح يمكن أن نعوذ مثلا تعالوا نجرب هل الكلام أو النتائج التي تحصلنا على هي نتائج صحيحة أم غير ذلك تعالوا نأخذ مثلا هنا ناقص أربعة لأن الناقص أربعة ينتمي إلى هنا أو تعالوا نأخذ مثلا خمسة ناقص خمسة ليس خمسة لأن الخمسة ليس له الحق هنا تعالوا ضعوا هنا ناقص خمسة وضعوا هنا ناقص خمسة هل نجد النتائج موجودة أم لا صبح لنا ناقص ناقص خمسة أصبح لنا خمسة زائد اثنان هي جذر سبعة نلاحظ في الطرف الآخر ناقص خمسة زائد أربعة كم يعطي لنا ناقص واحد هل هذا الأمر موجود في الرياضية؟ نعم تعالوا الآن لو نعطي مثلا الصفر الصفر لا ينتمي إلى هذا المجال أكيد تعالوا نلاحظ هل نجد أنها محققة هي من المستحيلة نجدها محققة عوضوا هنا بالصفر وهنا بالصفر أصبح لنا جذر اثنان أكبر أو يساوي لنا جذر أكبر من جذر أربعة وهذا غير وارد لماذا؟ لأن هل هذه تقبلها الرياضية أن جذر اثنان أكبر من أربعة؟ لا إذن النتائج التي تحصلنا عليها نتائج صحيحة مئة بالمئة يعني دائما خذوا قيمين عندكم وعوضوها حتى تتأكدوا أن النتائج محصل على نتائج صحيحة ومنطقية وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحمة على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته